واد المفاجأة السارة هذا الموسم في البريمير ليك تشلسي مع ساري المدرب القادم من الكالتر الإيطالي يعني ما جدد وائد في الفريق ولكن شاهدنا بصمة بسرعة لساري في البريمير ليك بصمة سريعة جداً بتأكد يعني أنه فكرة كرة ساري أو فلسفة ساري هي فلسفة خاصة لهذا المدرب يعرف تطبقها بفترة سريعة جداً حتى أسرع ربما قليلاً من جوارديولا ما بدنا نستعجل ونتفاءل لكن يؤقد لساري أنه جاء على دوري لا يعرفه ويتصدر ربما واجه أربع فرق من أسوأ أربع فرق بالبريمير ليك لكن أيضاً واجه لفاربول وواجه أرسينال وحقق نتائج أمام هذه الفرق الصدر مطلوب على هكذا المدرب لأنه خاصة ساري بالتحديد جربناه مع نابولي بيكون ممتاز لشهر واحد شهر اثنين بعدين بيبدأ ينزل شوي الآن هو في وضع مريح لمسته طهرة وحتى يعاب على مدربين آخرين من ساري الجميع تحدث مثلاً عن مورينيو مع مان يونايتد أنه هذا المدرب لم يشتري أحداً فعلياً اشترى جورجينيو واستعارة كوبازيتش ورغم ذلك لمسته موجودة وظاهرة في الملعب بشكل واضح لعبين يعطوا أفضل ما يمكن تعامل مع أزمة موراتة فعدم موراتة يسجل هذا رغم أنه الجميع يعلم أنه كان يريد الذهاب إلى مدريد يؤدي ويركز بلا أي مشاكل وهناك حالة كانت تشبهها بمان يونايتد بقبا يريد الذهاب إلى برشلونة لكن طريقة إدارة الأزمة كانت مختلفة كل هذه الأمور تأخذ لهذا الرجل حتى الآن لكن نحن نعرف تشيلسي جيداً أنه ذساءة الأمور تسوء جداً ورأيناها مع موريني ورأيناها مع كونتي والاختبار عندما تأتي أول خسارة لهذا المدرب الاختلاف بين تشيلسي ربما ونابولي محمد نابولي لاعبيه ما لعبوا لدور البطولة كانوا دائماً هم خلفوا لفينتوس تشيلسي فريق بإمكانها أن يحقق البطولات وحققوا هذه اللعبة بطولات صراحة تشيلسي جعل كل المدربين أبطالاً وليس العكس يعني موريني وبطل دوري يعني شلوطي بطل دوري وثنائية كونتي بطل دوري ديماتي وبطل دوري أبطال فتشيلسي جعل كل المدربين تقريباً أبطالاً يعني وفازوا معه بألقاب وهذا الشيء يأخذ لهذه المجموعة وهذه الثقافة اللي هي ربما فلسفة غريبة فلسفة الاستقرار يجب أن تأتي بنتائج أفضل هو بالنسبة لهم فلسفة عدم الاستقرار تأتي بنتائج كل عامين تأتي بمدرب يفوز بدوري أو يفوز بكأس ويخرج